ناقشت اللجنة الرئاسية برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد الموساي في اجتماعها بقيادة السلطة المحلية بوادي حضر موت والصحراء ناقشت الوضع الأمنية بمديريات وادي حضر موت والصحراء واستعرض الاجتماع الذي عقد بمدينة سيئون وضم وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وأكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضر موت والصحراء العميد مبارك العبثاني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية وأسباب اختلالها واليهود المبذولة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة وأكدت اللجنة الرئاسية بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية تولي محافظة حضر موته لماما خاصا كونها تمثل نموذجا مشرفا يحتذا به وتمضي بخطة حثيثة نحو دولة النظام والقانون لافتة بأن الأوضاع الأمنية ستشهد تغيرا ملموسا خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر